السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو الكامينو التريلر دي ظهرت من يومين تقريبا واتنشرت وإحنا موجودين على الستريم اليومي بتاعنا على نيمو دوت تيفي واللي ممكن تتابعوه من اللينك ده ويريد تتابعوه علشان بنعمل عليه حاجات كتيرة جدا في العادي ما كناش بنعملها خالص دي أحد الملاحظات اللي جات لي من الفيديو بتاعة التريلر رياكشن بتاع مادرلس بروكلين نحن دلوقتي بننقل محتوى للستريم وده مش حقيقي اللي بيتعمل على الستريم ما كانش بيتعمل قبل كده دلوقتي بس بقى بيتعمل لأن الطاقة يا جماعة والتواصل مع الناس على الهوى حاجة تانية خالص واعتقد ان حضراتكم لمستو ده في التريلر بتاعة مادرلس بروكلين وان شاء الله تلمسوه برضو في التريلر بتاعة المرة دي لأن اسئلت الناس حاجة تانية والملاحظات بتاعة الناس حاجة تانية زي ما يكون فيديو كلنا عاملينه مع بعض مش انا بس اللي عامل ولسه فيه كل رأي بكل تفاصيله في الدنيا ما بقولش حاجة مش مقتنع بيها ولكن حتشوفوا بنفسكوا الحاجات اللي الناس بتنورها واحنا بنتفرج حاجة تانية خالص فان شاء الله نخود تجربة مع بعض بتنتقل فيها التريلر رياكشنز بالكامل للستريم والتريلرز المهمة منها حتروح على يوتيوب زي ما كنا بنعمل دايما بل اكثر كمان يعني يا جماعة انتوا عارفيني كويس في العادي تريلر زي بات مودرلس بروكلين دي ما كانش هتتعمل خالص بنعمل حاجات تانية كتير هناك لو في حاجة منهم طلعت تستاهل انها تتنشر على يوتيوب حنوديها على يوتيوب الستريم احد اهم اهدافه هو انه يخلق محتوى ان شاء الله بازن الله يبقى يومي لليوتيوب شانل وأتمنى انكم تستمتعوا بالتريلر هو عموما في الوقت ده لما بيبقى فيه تيزر حتى انا قريت دلوقتي في ان فيه ناس بتقول ان هي ما فيهاش حاجة مهمة وكلام زي ده بيبقى الهدف الاساسي منها هو الاعلان الرسمي عن الفيلم ما بيبقاش الهدف هو موضوع ان احنا نعرف تفاصيل عنه وكلام زي ده خلاص بقى فيه فيلم رسميا موجود حتى هتلاقوه مثلا على بكرة ابتدى يبقى فيه على ايام دي بي والكلام ده كل ومحدش عارف تفاصيل محدش يعرف حاجة لو لقيت حاجة كنت توردها لكم يعني بس ادي كل التفاصيل اللي موجودة على الصفحة عن الفيلم يجد عياني هم تضحكوا علي اي او الكمينو تريلر موفي اكسس تريلر هو ده كده رسمي الكمينو بنزلها الرياكشن دي على يوتيوب حسب ما تطلع حسب ما نشوف الموضوع جاهزين يا اولاد يلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه اللي وحش فيها احنا مفهوم ان اول حاجة في الدنيا هتظهر لازم هتكون كيزر صغيرة ولازم مش هتكون كبير ولكن هي وضحت وضحت نقطة انطلاق الحبكة يعني الموضوع الموضوع مش مفهوش غموض انا عجبتني جدا كبداية يعني الدنيا بمنطقة البساطة ده واحد انا نسي اسم الشخصية بس ده كان من الكرو بتاعة جيسي بينكمان لما كان وولتر وايت طالب منه انه هما يعملوا النشاط بتاعة التعوزيع والكلام ده كله ودلوقتي البوليس او الحكومة او الاف بي اي او الناركس او تيفر بقى بيدوروا على جيسي وهو بيقول انا معرفش هو فين وحتى لو عرفت مش هقول لكم وراح رابط الموضوع بنهاية الاحداث بتاعة بريكين بات كلها ده انا شفته وهو محبوص في قفص واللي اتعامل فيه عشان يفضل يكوك فانا مش هقول لكم فبناءا عليه الفكرة هونت البوليس بيهونت جيسي اي لوفيت ايه اللي ممكن تكون مشكلتنا طبعا مفيش اي دعي للتفصيص لانا مفيش حاجة نتفصص فيها بس خلونا برضو نعيدها تاني كده نشوف لو في حاجة ممكن نحب نقف عندها ولا لا ستينكي بيت صح سكيني لمواسس سكيني بيت عشر احداشر تسعتاشر دي اللي هي شهر ايه يعني ده 11 اكتوبر والعشر نوفمبر اللي هو يسمح هياخد ايه في الايه يوم كام في اني شهر التريلر دي بتجاوب على السؤال هي مش 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 سبين اوف لحاجة تانية احنا بنستكمل القصة بنستكمل شخصيتنا البطولية اللي فضلة لو هي بس اللي فضلة فعلا وبنشوف الدنيا راحة بينا على فين اه 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 دي ملحوظة في الجون ما كناش واخد واخدين بالنا منها شهداء الناركس يبقى دول ناركس بس خلاص فهمنا دي دول مكافحة مخدرات لا اف بي اي ولا هاتش من ده اللي واقفين دول فيهم حد مهم محتاجين اتوقف عنده مونولوج رائع برضو يا جماعة يعني الراجل ده خدوا بالكم لما يختروه يبقى فيس لا اول حاجة حنعرفه عن بريكينج باد فده اختيار لي وزنه مش في الهوا يعني ستار ارون بول ودلوقتي عرفتنا ان سكيني بيت معاه مسلا اللي هو الممثل عامل سكيني بيت مين تاني اي حاجة بوب اودن كيرك سول جودمان طلع قال على فكرة الفيلم تصويره خلص وانتو مش دارينين يعني هم عملوا اجراءات سرية عظيمة جدا بحيث ان الفيلم ده يتصور ويخلص ويجهز ومحدش داريان محدش عارف لا الصحافة عرفت ولا تبعت ولا فهمت ولا اي حاجة من الكلام ده وبيقولك ده انجاز يعني اها عشان كده بيتر كول سول تأخ واو حلوة الملحوظة دي يا نايف حلوة جدا الملحوظة دي واو تفتكر فيه تربيطة بس ازاي بيتر كول سول احدثه قبل الكلام ده بكتير قوي مكتوب في ايم دي بي مكتوب في ايم دي بي لما مكتوب في ايم دي بي بأسكت خالص حداشر اكتوبر هادم الموحظة دي قدامي وانا مش باسق خلاص يبقى احداشر اكتوبر قريب والله الكامينو مينينج دا وي يا جماعة الكامينو اللي هي الكاميون اللي هي العربية رود وي باث تراك كورس تريل باث وي لين اذن فهو دا وي الكامينو الى ايلات وبناء على كل ما سبق فنسبة ترقبي للفيلم هي بكل تأكيد عشرة من عشرة واكتر حاجة في الدنيا محمساني للفيلم هي نسبة الغموض اللي موجودة حواليه ان حتى بعد التريلر بيومين لو دخلنا مع بعض على الايم دي بي الايم دي بي يا دوب حنلاقي الممثل بس اللي الضاف اللي هو بنفل تريلر اللي هو سكيني بيت عجبني اوي الكلام ده عجبني ان فيه فرصة لحد التريلر الجاي على الاقل ان احنا نتكلم ونطلع بنظريات وتوقعات ونشوف ايه اللي ممكن نستناه وايه اللي ممكن يطلع من الفيلم ده حقيقي انا متحمس له جدا واتمنى انه ما يخيبش املنا يهميني جدا اعرف رأي حضراتكم وانطبعاتكم ونسب ترقبكم ياريت تساهموا بيها في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وباز وبوديو ونيمو وبي باي